بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لقد حدث تطور كبير ومهم في الفكر السياسي الشيعي منذ أكثر من مئة سنة وذلك باتجاه الشورى والديمقراطية والدستور وفي نفس الوقت باتجاه الوحدة الإسلامية فقد أدرك السيد جمال الدين الأفغاني في أواخر القرن التاسع عشر ضرورة الوحدة الإسلامية في مقاومة الحملات الاستعمارية المبكرة التي كانت قد بدأت في بعض البلاد كمصر والجزائر وغيرها من البلاد في الهند مثلا وأيضا يعني كان هناك كانت هناك مساعٍ عديدة من قبل مراجع كبار للشيعة كالسيد البروجردي وبعد ذلك الإمام الخميني والسيد الخامني والشيخ المنتظري وعلماء كبار كانوا دائماً يسعون إلى تعزيز الوحدة الإسلامية ولكنهم في الحقيقة رغم نجاحات التي حققوها والروابط والوشائج التي أقاموها مع أخوانهم من أهل السنة لا تزال يعني المحاولة تراوح في مكانها بالحقيقة والتيار المضاد هؤلاء التيار الصفوي إذا نستطيع أن نسميه يحاول أن يعرقل مسيرة الوحدة ويحاول أن أن يفرق بين المسلمين ويحفر عميقاً خندقاً عريضاً بين السنة والشيعة ويتشبث بالتراث الأخباري استعين بالتراث الأخباري بالأحاديث الموضوعة والزيارات المختلقة والمفتعلة لكي يعمق الفكر الإنعزالي عند الشيعة فكر العداء مع الآخرين وهذا موجود مثلاً في مفاتيح الجنان وبمناسبة مثلاً يوم الغدير أو حديث الغدير أو ما يسمونه بعيد الغدير ينصح الشيخ أباس القومي مثلاً بزيارات معينة وأدعية معينة يأتي بها من دون تحقيق وهو رجل أخباري هو تلميذ الشيخ النوري الطبرسي الأخبار المعروف وهذا أيضاً كان أخباري حاول جهده أن ينكح بعض الأدعية والزيارات كما يقول في مقدمة كتاب مفاتيح الجنان ينتقد فيه كتاب مفتاح الجنان كان منتشر من العلام المجلسي أو كذا في القرون السابقة وشيخ أباس القومي جاء قبل حوال مئة سنة ونشر أيضاً في كتابه أدعية وزيارات بدون تحقيق أدعية وزيارات مفتعلة وموضوعة ومكذوبة على لسان أهل البيت صنعها الغلاد في أوقات متعددة ومتأخرة فنقرأ بعض الأدعية التي ذكرها في كتاب مفاتيح الجنان بمناسبة ما يسميه عيد الغذير وحديث الغذير كما قلنا في عدة محاضرات وكتابات أيضاً حديث متفق عليه بين المسلمين ولكنه لا يحمل معنى معنى صريحاً وجلياً بالإمامة والخلافة لم يفهم ذلك لا الإمام علي ولا الأنصار ولا المهاجرون ولا عامة المسلمين في تلك الأيام ولا عامة الشيعة في القرون الأولى ولا أهل البيت وإنما لأهداف سياسية الصراع اللي كان موجود بين الفاطميين والبواهيين والعباسيين في القرن الرابع الهجري ابتدأ الفاطميون والبواهيون باعتبار يوم الغذير يوم عيد وألفوا أو بدأوا يؤلفون الأحاديث حول هذا الموضوع أن هذا هو عيد الله الأكبر أكبر من عيد الأضحى حتى وإحنا عدنا في الإسلام عيديا عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأضحى يعتبر عيد الله الأكبر فهم جاءوا بعيد جديد ثالث وهو عيد الغدير خلق رأى هذه الزيارات والعدعي طبعا مع الأسف الشديد بعض من يسمون بالمراجع وهم غير مجتهدين ولا مراجع مجرد أخبارين لا في لفات على الرسم ويخدعون الناس ويكرسون هذه الثقافة الطائفية التي تفرق بين المسلمين خلنا شوف شنون ثقافة أدوانية وسلبية في هذه الأدعي يقول الشيخ أباس القمي يقدم الشيخ أباس القمي دعاء يوم الغدير ضمن مجموعة مفاهيم وأفكار ونظريات تستند إلى أحاديث ضعيفة أو مختلقة حيث يسمي في البداية يوم الغدير بعيد الغدير الذي يصفه بأنه عيد الله الأكبر وعيد أهل محمد عليه السلام ويقول عنه إنه أعظم الأعياد وما بعث الله تعالى نبيا إلا وهو يعيد هذا اليوم كل الأنبياء السابقين ويحفظ حرمته واسمه هذا اليوم في السماء يوم العهد المأهود واسمه في الأرض يوم المثاق المأخوذ والجمع المشهود ويضيف شيخ أباس القمي في كتاب فاتيح الجنان روية روية سمن رواه لا يذكر روية ذبع الشحن يعني روية أنه سئل الصادق عليه السلام هل المسلمين عيدون غير يوم الجمعة والأضحى والفطر قال نعم أعظمها حرمة قال الراوي من الراوي أيضا ما يذكر اسمه وأي عيد شوف واحد يسأل على الصيام والصيام والعبادة والذكر لمحمد وآل محمد عليه السلام والصلاة عليهم وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين أن يتخذ ذلك اليوم عيدا وكذلك كانت الأنبياء تفعل كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فيتخذونه عيدا شوفوا شتون كذبة كبيرة هل سمعتم بهذا من قبل أو قرأتم في حديث آخر أو في كتاب آخر أن الأنبياء كلهم وهذا لم يذكر القرآن يعني القرآن الذي ذكر أشياء كثيرة وتفاصيل كثيرة عن الأنبياء السابقين لم يذكر أنهم كانوا يتخذون يوم يوم الغدير عيدا وأيضا يقول النبي قال لنا معالي تخذ عيد بس معالي ما أعمل به ولن يتخذ ذلك أي دا معنات أن الحديث كذب هذا وبالرغم من تحدث هذه الرواية عن معرفة الأنبياء السابقين واحتفالهم بعيد الغدير وهو أمر غريب لم يشر إليه أحد من الأولين والآخرين من قريب أو بعيد فإنها تكشف أيضا عن عدم معرفة السائل في زمان الإمام الصادق في القرن الثاني الهجري يعني لهذا العيد لم يعرف هذا العيد مما يؤكد اختلاق هذا الحديث وضعفه خاصة وأن الشيعة لم يعرفوا أو لم يعرفوا هذه التسمية ولم يقوموا بالاحتفال بعيد الغدير إلا في القرن الرابع الهجري في ظل الدولة البوهية والدولة الفاطمية في مصر وقد أراح الشيخ عباس القمي نفسه من أناء ذكر السند أو التحقيق فيه واعتمد على إرسال الحديث رويا وراويا لا يعرف الراوي لا يعرف المروي ولا أين روي هذا الحديث وأضاف إليه حديثا آخر بنفس الطريقة فقال في حديث أبي نصر البزنطي عن الرضا صلوات الله وسلامه أنه قال يا ابن أبي نصر أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام فإن الله تبارك وتعالى يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان ضعف ضعف شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر ولدرهم فيه بألف درهم لأخوانك العارفين إذا أعطيتهم يعني وأفضل وأفضل على أخوانك في هذا اليوم تروح تفضل عليهم يعني وسر فيه كل مؤمن ومؤمنة وزع عليهم حلويات هدايا والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم من عشر مرات بس أليس عشر مرات أم ما أدري حديث مختلق وحسب بزاجه يصنع ما يريد يعني من الأحاديث ويركبها حتى يجعل من هذا يوم عيد وأضاف الشيخ عباس القومي الخلاصة أن تعظيم هذا اليوم الشريف لازم وأعماله عديدة الأول الصوم وهو كفار الذنوب ستين سنة وقد روية كل روية منه روا ما يقول وقد روية أن صيامه يعدل صيام الدهر قبل شوية قال يمكن ستين يوم صار الآن ستين سنة صار لا يوم الدهر كله وقد روية أن صيامه يعدل صيام الدهر ويعدل مئة حجة وعمرة الثاني الغسل الثالث زيارة أمير المؤمنين وذكر القومي أدت زيارات وأدعية جاء في أحدها ما يلي إنا يا ربنا لاحظة هنا الطائفية وهنا المؤامرة ضد الوحدة الإسلامية وضد الشيعة في الحقيقة محاولة لعزل الشيعة إنا يا ربنا بمنك ولطفك أجبنا داعيك واتبعنا الرسول وصدقناه وصدقنا مولى المؤمنين وكفرنا بالجبت والطاغوت فولنا ما تولينا وحشرنا مع أئمتنا فإنا بهم مؤمنون مقنون ولهم مسلمون آمنا بسرهم وعلانيتهم وشاهدهم وغائبهم وحيهم وميتهم ورضينا بهم أئمة وقادة وسادة وحسبنا بهم بيننا وبين الله دون خلقه لا نبتغي بهم بدلا ولا نتخذ من دونهم وليجة وبارئنا إلى الله من كل من نصب لهم حربا من الجن والإنس من الأولين والآخرين وكفرنا بالجبت والطاغوت والأوثان الأربعة وأشياعهم وأتباعهم وكل من والاهم من الجن والإنس من أول الدهر إلى آخره يعني عامة المسلمين يعني تبرأ من عامة المسلمين اللهم إنا نشهد أننا ندين بما دان به محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم وقولنا ما قالوا وديننا ما دانوا به ما قالوا به قلنا وما دانوا به دنا وما أنكروا أنكرنا ومن والوا والينا ومن عادوا عدينا ومن لعنوا لعنا ومن تبرأوا منه تبرأنا ومن ترحموا عليه ترحمنا آمنا وسلمنا ورضينا واتبعنا موالينا صلوات الله عليهم ومن الواضح أن هذا الدعاء يتضمن التبري مما يسميه بالجبت والطاغوت ويقصد بهم الشيخين أي وكر وعمر وأشياعهم وأتباعهم ومن والاهم من الجن والإنس من أول الدهر إلى آخره وهو ما يؤدي إلى القطيعة والانفصال النفسي عن عامة المسلمين ويحدث شرخا بينهم وبين الشيعة وفي دعاء آخر يرويه القمي عن ابن طاوس في القرن السابع الهجري هذا كان الذي يرويه بدوره عن الشيخ المفيد في القرن الرابع والخامس الهجري دون أن يذكر السند والمصدر جاء ما يلي اللهم أني أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلعن من جحد حق هذا اليوم وأنكر حرمته فصد عن سبيلك لأطفاء نورك وكأن الإيمان بهذا اليوم من ضروريات الإسلام التي لا ينكرها إلا كافر وأنه لم يكن الموضوع محل جهل ونفي من قبل الشيعة في القرون الأولى محد ما كان يعرف هذا الشيء لا يعرفه ولا سامعين بي ولكي يكرس القم يوم الغدير عيدا تاريخيا منذ أعماق التاريخ ويضفي عليه هالة قدسية ذكر أن هذا هو اليوم الذي جعل الله تعالى فيه النار على إبراهيم الخليل بردا وسلاما واليوم الذي انتصر فيه موسى على السحرة ونصب فيه وصيه يوشع بن نون وجعل فيه عيسى شمعون الصفا وصيا له واستخلف سليمان آصف بن برخيا على قومه وأخى فيه رسول الله بين أصحابه هكذا يختلقون هذا العيد ويحتفلون بهذا الأداء وهذا الغلوب الإمام والأداء لمن يعتقدون أو يفترضون أو يختلقون بأنهم كانوا أعداءا للإمام علي وأهل البيت وبالتالي يخلقون الأداء بين الشيعة والسنة ويحفرون خندقا بين الطائفتين ويعززون الطائفية ويثورون العنف والعنف المضاد ضد الشيعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته